القدس عقدة الانتخابات وجوهر الحل الانتخابات من دون القدس قال عباس في اخر اجتماع للقيادة الفلسطينية مع ابقاء مصار الدبلوماسية مفتوحا لحث المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل للسماح بعقدها في القدس ولكن لا يبدو ان الامر سهل فالقضية سياسية وليست تقنية الامر الذي سيجعل السيناريو الاقرب الى الواقعية هو تأجيل الانتخابات لموعد اخر ينطوي مخاطر كبيرة على صعيد المساس في وضع القدس لا يستثناء لا درائع ولا غير ذلك لا انتخابات دون مشاركة القدس هذا القرار الذي تم اتخاذه تباينت المواقف الفلسطينية بين مؤيد للتأجيل كمعظم فصائل منظمة التحرير ومعارض له كحركة حماس فعقد الانتخابات من دون القدس سيعني بالمفهوم السياسي بالنسبة لمؤيد التأجيل التنازل عن عاصمة الدولة الفلسطينية لكن المعارضين للتأجيل يرون ان تجديد الشرعيات بالانتخابات لا يمكن ان يظل مرهونا بموقف اسرائيل التي تريد للبيت الفلسطيني ان يبقى في حالة فوضى على حد قولهم من يتحدث عن حياة ديمقراطية ويعارض اتفاق أوسلو ما هي الانتخابات احد نتائج افرازات أوسلو وبالتالي كيف ان تبقى تحت عبائة أوسلو وعبائة المصاري السياسي والتسوية السياسية وتريد ان تخرج القدس من المعادلة هذا عمليا نوع من انواع المزاودة واللغط السياسي ومحاولة لاحراج القيادة الفلسطينية واضعاف الموقف الفلسطيني الداخلي وكانت اسرائيل قد حذرت من اجراء الانتخابات لاحتمال صعود حماس لسدة الحكم ومنعت اي نشاط انتخابي في القدس وهذا التخوف ايضا طفى على سطح موقف الادارة الامريكية لكن ماذا بعد قرار التأجيل لربما تصعيد امني وهذا ما يتخوف منه ويستعد له الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية ومحيط غزة يبدو ان ابواب المجلس التشريعي الفلسطيني هذا ستبقى مقفلة امام نواب جدد طالما ابقت اسرائيل ابواب القدس مقفلة امام الانتخابات الفلسطينية ترشحا وانتخابا والان تقول الدبلوماسية الدولية كلمتها والضغط على اسرائيل ولا يبدو الامر سهلا فان مايو قد لا يحمل بشائر جديدة بالنسبة للديمقراطية الفلسطينية في الاسلوت في سكاينيوز عربية رامالله ترجمة نانسي قنقر